السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض. آآ كورس جديد بعنوان بي سي بي دزاين آآ باي ألتيام. طبعا آآ آآ قبل ما ابدأ في الكورس ههعرفكم بنفسي. انا مهندس محمد الشامي آآ معيد بكلية هندس الالكترونيات بمنوف. آآ اول حاجة عايزين بس نعرف محتوى الكورس اللي احنا آآ هندرسه. اول حاجة احنا عايزين من خلال الكورس ده نحترف برنامج يعني نطلع زي اللي موجودة في الصور كده في الصور ويمكن افضل. تمام? في الشكل بتاعها بكل شيء. طيب هنتعلم طبعا في خلال الكورس هنتعلم آآ ازاي نرسم الدواير وممكن وهنتعلم برضو ازاي نرسم او نحاول الدواير دي دي. طبعا انا برضو هنبص على البرامج التانية وهنعرف ايه الفرق ما بين برنامج وما بين برنامج مثلا زي ايجل زي 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 فيه برامج كتير جدا بتشتغل في فمن خلال الكورس هنعرف ايه الميزة اللي موجودة في برنامج ومش موجودة في البرامج. طبعا برنامج في الاول يا شباب واحنا بنتعلمه هنلاقي فيه صعوبة شوية. لكن صدقني بعد ما تتعلم آآ الخباية بتاع البرنامج اللي هنعرفها من خلال الكورس هتلاقي ان البرنامج ده اسهل برنامج بسي بي. برضو بعد كده هنتعلم ازاي نخرج الملفات ملفات التصنيع فابريكيشن فايلز اللي المخروض ان احنا بنبعادها للمصنع سواء في الصين او في اي مصنع عشان يصنع منها البسي بي بتاعنا. برضو ان شاء الله هنتعلم آآ فيه طريقة لتصنيع البي سي بي في البيت. يعتبر هي هي نفس الطريقة اللي بيصنعه بها في الصين. اللي هي طريقة آآ ولكن طبعا آآ هنعرف ايه مشكلتها ان احنا ما نعملهاش في البيت آآ وازاي نعملها. يعني هنعرف ايه الصعوبات اللي هتقابلنا احنا بنعملها في البيت وازاي نتغلب عليه. بعد كده شباب آآ عاوزين برضو آآ نتعلم ازاي نصمم يعني مسلا لو انا عندي عنصر زي اللي في الشاشة ده. آآ مسلا ده اتميجة آآ لو انا عاوز اللايبيري بتاع الاتميجة ديت او الشكل ده مش موجود في البرنامج. هنتعلم طريقة ان انا اصمم اللايبيري نفسها. وطريقة تانية سهلة جدا ان انا هضيف طول معينة على بحيس ان انا اي اللايبيري ان انا عاوزها هكتبها هتنزل لي اوتوماتيك من عملات. نمام? ودي طبعا من ضمن المميزات اللي برنامج الطن بيضيفها. طيب بعد ما نتعلم الكلام ده كله آآ ان شاء الله هيبقى عندك الكدرة ان انت تخرج منتج كويس جدا ولكن هيتبقى لك حاجة واحدة بس. انت دلوقتي بتعرف ترسم بيسي بيه. ولكن في قواعد للبي سي بي. بحيس ان انت البوردة بتاعتك تبقى ستيبول ما تبقاش فيها نويز. او ما يبقاش فيها اي حاجة اسمها زي البرازيتك كاباستور. كاباستانس قصدي. آآ في في حاجات كتير جدا وانت بتصمم ما بتخدش بالك منها زي المسافة من التراكس زي سمك التراكس. في حاجات كتير جدا بتفرق معاك خاصة في التراضيات العالية. ودي ان شاء الله هنتعرض لها بس في نهاية الكورس او احنا شغالين. هنتعرف ازاي نعمل الحاجات دي كلها. طيب اول حاجة هنبدأ بس ينزل برنامج التيام من عن نت. هتركوا اللينك بتاع البرنامج تحت الفيديو. آآ هتنزلوه منه وبعدين تمشوا معايا بطريقة التسطيب اللي احنا نعملها دلوقتي. اول حاجة اللينك اللي انا هديه لكم هيكون على مرفوع على جوجل درايف. هلاقي فيه هنا في جوجل درايف. هلاقي فيه ملفين. واحد آآ ملف والتاني ملف الالتيام. طيب. اول حاجة هنزل ملف الالتيام عادي جدا. اعمل هنا كده آآ داونلود من هنا. خلاص شباب احنا دلوقتي عمل للملف ده. اللي يجيه عندي هنا. ده الملف يا شباب لما تنزلوه هيبقى بالشكل ده. مش هيبقى بالشكل ده بقى هيبقى عبارة عن فايل لونه ابيض عادي لحد ما انت تعمل سيت اوب لبرنامج التورنت. تمام? خيب فين برنامج التورنت? ده كده اليو آآ تورنت دوت اي اكس اي. ده البرنامج بتاع التورنت لما تنزله. تفتح هنا كده. هتلاقي زهر لك مثلا هنا. هتشغل البرنامج. لما تشغل البرنامج يا شباب هتلاقي ان الملف ده ظهر عندك كده. هتلاقي ان التورنت ده ظهر عندك. المفروض بان انت تعمل من هنا فايل. وتروح على الملف اللي انت نزلته. الملف ده اللي انت نزلته من على جوجل درايد. تضغط عليه مرتين كده. وتشوف انت عاوز تحفظ البرنامج بتاعك فين? وتحطه من هنا. تمام? وده اسم البرنامج. وده البرنامج اللي المفروض ان انت هتنزله. مساحته تلاتة واربعة وستين من مية جيجا بايت. بعد كده هتضغط اوكي. تمام? هتلاقي ان الدولود عندك. آآ كده ابتدى ابتدى هنا. تمام كده هتخليك منتظر لحد ما تنزل البرنامج عادي جدا. وبعد كده هتبتدي تعمل للبرنامج. طيب. اختصارا للوقت. خلاص انا نزلت البرنامج عندي. هنا. ده البرنامج يا شباب بعد ما تنزلوه. هيبقى الملف ده. آآ آآ سبعتاشر دوت وان دوت فايف. آآ بعد كده تعمل له اكستراكت. هيديك الملف ده. تفتح كده الملف ده. تفتح ملف السيطاب. تعمل سيطاب عادي جدا هنا. انا طبعا مسطب البرنامج عندي فانا مش هكمل الخطوات للاخر. انا هقولوكو ازاي تعملوها بس. بتمشي عادي جدا يا شباب. آآ 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 اكسيبت. آآ طبعا بتختار الحاجات اللي انت هتشتغل عليها هنا. لو انت هتشتغل الفي بي جي اي دزاين. على آآ آآ بتفعل الميزة دي هنا. بتفعل قصدي المكتبات اللي هي بتاع الفي بي جي اي انها تمزل. آآ لو انت هتشتغل على الحاجات اللي انت هتشتغل عليها فعلها. مش هتشتغل عليها ما تفعلهاش عشان البرنامج ما يكونش تقيل. خاصة لو لو اللاب بتاعك امكانياته قليلة شوية. آآ طبعا اقل لاب بيشتغل يشغل التيام بكور اي سري رامات اربعة. بعد كده بتختار المكان اللي انت هتحفظ فيه البرنامج. طبعا هو بيقول لي لان انا كده كده مسطب البرنامج. فانت بتمشي نيكست نيكست لحد الاخر خالص. تمام? كل حاجة يعني اكيد انك بتسطب برنامج عادي جدا تمشي نيكست لحد الاخر خالص وتضغط finish. وبعد كده ايه تضغط آآ آآ كلوز للبرنامج. تمام? الخطوة المهمة جدا. بعد ما تعمل عملية السيتاب هتروح على الليسنس فايل هنا. هتلاقي هنا يا شباب ملف ده ده. المفروض كده هتاخده آآ آآ كابي. وهتروح على آآ آآ الامتدات بتاع البرنامج في السي عندك. ما تراح ما انت مسطبه. بعد كده هتروح على ايه دي آآ سبعتاشر وبعد كده هتعمل بيست آآ ملف الدي اللي ال هنا. طبعا انا اعملها عشان امسطب البرنامج. طيب بعد ما تحط ملف الدي اللي ال هنا بتعمل ايه? هتروح تشغل برنامج الالتيام. روح تشغل البرنامج. عادي جدا. اول ما البرنامج يفتح لك هتلاقي الصفحة اللي قدامك دي. طبعا اول اول ما تفتح البرنامج هتلاقي الخط اللي ازرق ده عبارة عن خط احمر. وبيقول لك ان البرنامج يعني مش متاكتب. فانت هتعمل ايه? هتيجي هنا كده تعمل آآ لايسنس فايل. تفتح كده. هتفتح الملف بتاع البرنامج اللي انت نزلته من على من على النت. هتفتح هنا برنامج انا هحطه هنا في الملف ده. هفتح البرنامج عادي. افتح ملف آآ بعد كده اختار اي واحدة من دول. لو انا اخترت التانية مثلا تمام? هتلاقي قال لي ايه هنا? هتلاقي قال لي ultiem designer آآ اا اوكي valid لحد الفين تمانية وعشرين. تمام? خطيب. انا كنت اضيف اصلا آآ قبل كده فدي مش مهمة فانا هشيلها. يعني انت هتضيف واحدة بس. ما نضيفش اتنين. نضيف واحدة بس. انا هنا ضيف واحدة. هو قال لي valid to 28 سبتمبر الفين تمانية وعشرين. يعني يفعلهولي تقريبا تسع سنين. تمام? لحد كده احنا عملنا لبرنامج هنتعلم بس اخر حاجة في الفيديو ده. وهو ازاي نعمل خلاص احنا نزلنا من على النت. عملنا نوستب. هنعمل بس وبعد كده هننهي الفيديو ده. ونبتدي من المرة الجاية نشتغل على برنامج ونشوف ايه المميزات بتاع البرنامج ده. وليه الناس كلها او الشركات كلها شغالة بيه. من هنا يا شباب كده هاجي على اضغط هنا. لو انتم شايفين. اضغط هنا. بعد كده. هروح اليامة التانية كده. هلاقي في ملف اتفتح لي. اللي هو ده يا شباب. تمام? هاجي هنا على بلانك بروجيكت اليادي. بلانك بروجيكت. هلاقي هنا كده يا شباب فتح لي ايه? قال لي بي سي بي بروجيكت وان دوت بي ارجي بي سي بي. يعني فتح لي بروجيكت دي. طيب اي بروجيكت بي سي بي انا بعمله يا شباب بيبقى جواه حكتين. بيبقى جواه اسكماتيك وبقى جواه بي سي بي. هاجي هنا رايت كليك. واعمل اد نيو اسكماتيك. تمام. طيب انا دلوقتي اضفت اسكماتيك للبرنامج. فاضل حاجة كمان اضيفها. فاضل ان انا اضيف بي سي بي. هعمل برضو رايت كليك. اد نيو. بي سي بي. كده يا شباب انا اضفت اسكماتيك وضفت بي سي بي للبروجيكت بتاعي. فاضل حاجة واحدة بس اعملها قبل ما اشتغل. ان انا اعمل سيف للبروجيكت بتاعي. اعمل سيف بروجيكت. اعمله مسلا على الديسكتوب. وهعمله اا فرس تس. سميه اي اسم انا عاوجه. بعد كده هفتح الفايل واعمل سيف. طبعا لو انا عاوز اغير اسم البروجيكت عادي اغيره. اعمل سيف. لو لاحظتوا هتلاقيه فتحلي السيف تاني. ليه? بيقول لي انت دلوقتي حفظت البروجيكت. طيب احفظ لي السكماتيك. امام? بعد كده هيفتح لي تاني عشان احفظ البي سي بي. لو انتوا قدين بلا. سيف. كده خلاص انا حفظت البروجيكت. وحفظت السكيمة اللي جواه. وحفظت البي سي بي بتاعي. ان شاء الله من الفيديو الجاي هنبتدي ندخل على طول في برنامج التيام. ونعمل دوائر في الاول بسيطة. بعد كده هنتعلم دوائر معقدة شوية. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل signal integrity للدوائر دي. وان شاء الله نتعلم ازاي نعملها 3D. وشكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.